وأنا أؤكد لك أن هناك رغبة لدى القواعد الشعبية في حزب الإصلاح لتحديد موقف حازم ونهائي من دول العدوان لأن دول العدوان يعملون على تصفية حزب الإصلاح على أساس مراحل لذلك أدركوا هذه الحقيقة لذلك نحن ندعو قيادة حزب الإصلاح للاستجابة لرغبة قواعدهم الشعبية لأنه لا يزال لديهم فرصة لتصحيح موقفهم لأنه لا يوجد لديهم قوة عسكرية في اليمن قوة عسكرية كبيرة وباربة أيضا لهم امتدادات شعبية أيضا لهم مناطق سيطرة لكن عندما يفتدوا هذه الثلاثة العوامل عندها لن يكون هناك أي جدوى لتصحيح موقفهم ولا لن يكون لهم أي أهمية كما حصل للإخوان المسلمين مثلا في سوريا كانوا هم الطرف الأقوى المعارض لكن الآن خرجوا من المعادلة تقريبا بشكل نهائي أيضا الإمارات تستخدم الآن الانتقالي وتستخدم أيضا العفافيش بقيادة عمار محمد صالح وكذلك طارق عفاش حيث قاموا بتعزيز القوات التي تستهدف حزب الإصلاح بدءوا في عتك في شبوة والآن هناك تحرك من أجل السيطرة على الخط الدولي خط العبر الذي يصل إلى معبر الوديعة نعم معبر الوديعة من أجل حصار حزب الإصلاح لذلك عليهم أن يسارعوا إلى تخنق فطبعا نحن طبعا هم الإصلاح الآن إذا ما اتخذوا مثل هذا الموقف صح لا أخفيك أنهم سيكونوا هدف سهل لطيران دول العدوان ولن يكون لديهم القدرة على المواجهة لكن إذا ما قاموا بتصحيح موقفهم ونضموا إلى صف الوطن فإننا سنكون مسؤولين عن حمايتهم والدفاع عنهم وبالتالي صواريخنا وقواتنا الجوية سيتم استخدامها لحمايتهم وسنكون معهم في خندق واحد ولا خشية من حصول خسائر لأنه إحنا واجهنا منفردين فإذا ما توحدنا مع حزب الإصلاح عندها سنتمكن من حسم المعركة سريعا ونؤكد أننا سنقف إلى جانب حزب الإصلاح ليس ضد أطراف يمنية ضد ما لانتقالي لا فقط ضد دول العدوان أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات بالنسبة لنا التحالف مع حزب الإصلاح أو مع أي مكون يمني لمواجهة العدوان الخارجي هو خيار مطروح وسنستجيب له عندما يستجيب له حزب الإصلاح أو أي مكون سياسي آخر وقفا إلى جانب العدوان وإما أن يكون جزء من الهدنة التي الآن بيننا وبين دول العدوان أو جزء من الحرب أو جزء من السلام الشامل والدائل وهذا مسؤوليتنا أمام الله وأمام الناس وأمام شعبنا وعلى حزب الإصلاح كما قلت قبل قليل أن يسارع الاستثمار هذه الفرصة ترجمة نانسي قنقر